جوري الشهري قالوا إنه تعرض عليها 20 مليون ريال للجواز منها اللي عرض كده عليها هو أمير سعودي من أغنياء السعودية إيه حكاية جوري الشهري ويمين هو الأمير السعودي اللي الكلام ده عليه كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض الفيديو ده جميلة ومفيش أجمل منها زي الأمر وتستاهل أكتر من العشرين مليون ريال للجواز منها ده جزء من تعليقات كتيرة كتبت على خبر جواز من الشابة السعودية جوري الشهري جوري انتشرت فيديوهات وأخبار كتيرة عن عرض جواز مقدم لها من أمير سعودي العرض ده مقدم فيه الأمير عشرين مليون ريال سعودي العرض اللي احتمالي يكون هو الأكبر في الخليج كله من بعد ما الكلام ده انتشر على تيك توك والجمهور بدأ يسأل إيه حقيقته؟ هل في فعلا حد أقدم عشرين مليون ريال سعودي مهر لجوري الشهري؟ وطيب ليه الرقم ده كله أصلاً للجواز من بنت؟ إيه مواصفاتها ومميزاتها لكل ده؟ في الأول هنعرفكم مين هي جوري الشهري وبعدين بالمعلومات والدلائل هنعرف إيه حقيقة عرض العشرين مليون ريال سعودي عرض الجواز جوري الشهري هي صناعة محتوى على منصة تيك توك؟ ده ما كانها والمنصة المفضلة ليها ومعاها إنستجرام جوري سبب شهرتها بالأساس كان فيديو نشرته عن طريق الصدفة ووقتها أعجب بيها الجمهور جداً جوري في الفيديو كانت بتغني سعودي بس بطريقة جذبة جداً أزهالت متابعيها جمهور جوري أعجب بشكلها الصغير في السن شبهوها بالبنات الصغيرة وقتها الفيديو بتاع جوري ده حقق أربعة مليون مشاهدة من بعدها بقى وبدأ حساب جوري يجيله متابعين كتير واتحقق مشاهدات كتير وكله بفضل الفيديو لنشرته هي بتغني جوري شبهها الجمهور بشخصية دوميا بوربي وزعم آخرون إنها مش حقيقية أصلاً وإنه فاطو شاب أو إنها شخصية مكونة بالذكاء الإصطناعي كل ده بسبب جمالها اللفاق الحد وجذب كل اللي تابعوها من بعد كل الشهرة دي بقى استغلت جوري الشهرة وبدأت تنشر فيديوهات وقصص ليها وبدأت تشتغل في الإعلانات وتستفيد مدياً من الشهرة دي نيجي بقى الجزء الأهم وهو حقيقة عرض العشرين مليون ريال ليها للجواز منها الحقيقة إن وفقاً لتقدير نشروا موقع إقاهرة 24 الإخباري والعهد عليه فجوري لم يقدم لها العرض ده وكل الحكاية مجرد كلام منتشر على السوشيال ميديا ولا في أمير سعودي متقدم لها ولا عرض عليها عشرين مليون ريال ولا أي حاجة من الحاجات دي كمان وفقاً ليهم فجوري ولا مرة قالت أي حاجة بخصوص العرض ده وطالما هي ما قالتش حاجة يبقى ما فيش حاجة لو كان فيه كانت هي هتكون أول وحدة تتكلم في الموضوع ده وكمان كانت هتعلن عن شخصية الأمير اللي قال الكلام ده في النهاية أنتم بقى رأيكم إيه في حكاية عرض العشرين مليون ريال اللي تقال إنهم تقدموا كعرض جواز لجوري هل في حد ممكن يدفع كل المبلغ ده أصلاً للجواز من بنت؟ والأهم إيه هي المواصفات والمميزات اللي ممكن عشانهم ندفع الرقم ده في انتظار قراءة ردوتكم في التعليقات